أكد وزير البترول تارق الملة أن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تؤكد أهمية الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة تناقص الطبيعية للأبار وأكد الملة خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية على أهمية ضخ المزيد من الاشتثمارات وزيادة أعداد الحفارات ومن ثم زيادة عدد الأبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة أضاف الملة أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات خفض الانبعاتات وترشيد الاستهلاك ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج